وكمانا هنلاقي كل محطة من المحطات التلاتة اللي احنا هنتكلم عليها ونمر بيها بنلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيوصينا فيها بالسلام فالبقاء في حضرة مولانا نلاقي السلام واضح فيها في قولي تعالى سلام قولا من رب الرحيم آه سلام ربنا سبحانه وتعالى يبقى نحن بين الله تسمع قلوبنا أن الله سبحانه وتعالى يلقي علينا السلام يلقي علينا السلام مش بالحروف ومش بالأصوات لكن يلقي علينا تجليات السلام ولما ندخل الجنة اللي عنعيش فيها مع الناس وعشان كده فيها معنى السكنة تبقى أكتر آية لهم دار السلام عند ربهم آه وبعدين تحياتهم فيها سلام يبقى كمان عنعيش في السلام مع الناس وأما الميلاد الجديد اللي عايكون فيه بنعيشه مع نفسنا فنلاقيه في قولي تعالى سلامه نهي حتى مطلع الفجر وليه رمضان بقى بالتحديد نعيش فيه بالسلام ونطلع منه بالسلام لأن ربنا سبحانه وتعالى وصف ليلة القادرة زي ما قلنا بالسلام يبقى أكتر حاجة ممكن فيها نستطيع أن احنا حضرة النبي قال لنا التميسوها يعني اطلبوها حتى ولو باللمس إذن الخير اللي فيها والنور اللي فيها هو النور الذي نتغياه في رمضان وعشان كده خلونا بقى نبدأ النهاردة بأول محطة وهي المحطة اللي احنا أطلقنا عليها محطة البقاء في حضرة الله وهي التي سنحاول أن نعيش فيها السلام في المعاملة مع الله واللي هي بتكون بداية عشرة الرحمة وبيكون أول سلام عندنا تعالوا نبحث مع بعض إيه أكتر حاجة وإحنا بنعبد الله سبحانه وتعالى ممكن تخلينا حسين إن إحنا مهددين أوقات كتيرة وإحنا بنتعامل مع ربنا بنحس إن إحنا مهددين فيه ناس كتيرة دخل رمضان وحسة إن رمضان ده مش بتاعه إن هم مش هيقدروا يحصلوا اللي هم بيرجوه من رمضان عارفين ليه؟ لإنهم فقدين السلام بينهم وبين ربنا إيه أكتر حاجة ممكن تحسسك بالسلام بينك وبين الله وده أول اللي أبنع نحطها في بناء العلاقة بيننا وبين الله هو سلام المحبة الربانية إن أنت لن تستطيع إن أنت تشعر بالسلام في معاملتك مع الله إلا وإنت حاسس بأن الله يحبك آه زي ما أنت سمعتني كده أن الله يحبك الله لما أوجدك بلا تمن وبلا شيء وبلا مقابل لا يفعل هذا إلا الحبيب أنا عايز أقول لحضرتكم إن السلام أولا لازم يأتي من الله ولذلك في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام يبقى السلام يأتي من الله ترجمة نانسي قنقر